عن إقبال الرجال والنساء على شراء الفضلين الجزارة وبعدها كده راجعي لكم مثل ما كان للذهب وصاغته انتشاره وجماله عبر أزمان تميزه اليوم الخواتم والقلادة والأساور الفضية في أسواق أربيل واتخذت لها محلات وباعة تفننوا في عروضها والتي تميزت حسب أدواق أصحابها أكثر شيء رجال قليل مثل زنجير يريدون وحلقة خاتم مع الزواج اعتيادي الموديلات جديدة والنساء طخومات الإيطالية يفضلون شيء حلو يعني موديلات جديدة كلها يعني يجينا من تركيا ومن تايلاند من إيطاليا يعني نوعية موديل جديدة كلها كريستالات ويعني بها زارقون وهذا بالرغم من أن الفضة من المعادن القديمة التي اشتهرت في كل مكان من العراق إلا أنها أخذت اليوم مساحة واسعة في أسواق أربيل ما زادت من عشاقها ومن من يقتنيها إما للزينة أو التجارة في البيع والشراء الناس يعني يحبون الفضيات هسا هاي تقريبا فوق وراء الفين واثنين يعني تقريبا هاي أكثر من عشرين سنة الناس يعني يصير من صوية رغبة وموديلاتها حلوة وجاذبية حلوة عندها والناس ستشوفها فتش حلوة صريحة وأكثر الشباب والنساء يستخدمون الفضيات يحبوها كل شيء النوعيات أكو يعني مثال تايلاندي أكو تركي أكو إيطالي أكو هندي أكو هذول النوعيات أكو كل واحد يعني يترغب على الموديلات يبقى المعدن الأبيض وهو الفضة له محبيه من نساء أو رجال لأنه يعطي أكثر جاذبية ومظهر أنيق وخاصة في الأوان الأخيرة لبننامج صباح الخير يا عراق لينا الجزائري أربيل